بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني مع الفقر الفقهية أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين هناك سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه هل هناك فضل لمن مات بالمدينة المنورة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد نعم هي أمنية الصالحين ومأرب المحبين ومبتغى العاشقين لسيد النبيين أي واحد من الصالحين تسألوا نفسك في إيه يقول لك نفسي أعيش في المدينة وموت جنب حضرة النبي وأدفن في روضته الشريفة حتى أهل المدينة يدعون ربهم بدعاء عجيب يقولون إلهي نجنا من كل سوء أنت إلى هنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع يعني يتمنون أن يعيشوا في المدينة وأن يقيموا في المدينة وأن يدفنوا في المدينة على منورها الصلاة والسلام شوف سيدنا النبي يقول لي في الحديث من استطاع أن يمت منكم في المدينة فليمت فإني شفيع لمن مات بها يوم القيامة يقول من صبر على لأوائها وشدتها وحرارتها كنت له شفيعا يوم القيامة اللي يعيش ويموت في المدينة هنياله هنيئا لمن عاش بها ومات فيها تخيل كده لما تموت في المدينة ويصلى عليك في مسجد رسول الله وهناك حاجة عجيبة اللي بيموت في المدينة احنا بنشوف الميت هنا بيغطوه بغطاء أبيض لا المدينة الأمر مختلف من مات في المدينة يغطى بغطاء أخضر بشارة يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرك وهتدفن با في البقيع بجوار أصحاب رسول الله وبجوار أمهات المؤمنين زوجات رسول الله وبجوار الصالحين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل البقيع والبقيع مكان مبارك مكان من الجنة اللي يدفن في البقيع ده هو بين أهل الجنة رحمة الله على الإمام مالك بن أنس سألوا بتحبه قال لهم بحبه تلت حاجات مجاورة روضته وملازمة طربته واحترام أهل بيته عاش أكثر من سبعين سنة لم يخرج من المدينة إلا لحجات الفريضة حتى كان الإمام أبو حنيفة أكبر منه ذهب إليه وأخذ عن أبي حنيفة وأبو حنيفة أخذ عنه لمن مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام المدينة المنورة ورحم الله شيخنا الشيخ محمد الغزالي الذي كانت أمنية حياته أن يدفن بجوار رسول الله وذهب لمؤتمر في الرياض وهو يلقي كلمة مات أثناء إلقاء الكلمة وأمر وقتها الملك فهدي أن يدفن بالبقيع في المدينة المنورة الرجل الذي يدفنه ألهم من هذا الرجل الصالح ما وجدت له إلا مكانا بين مكانين بن الإمام مالك وبن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحظي بها الشيخ الطنطاو رحمه الله الشيخ الأزهر ودفن بجوار رسول الله في البقيع فهنيئا لمن عاش في المدينة وهنيئا لمن مات في المدينة وهنيئا لمن دفن بالبقيع نسأل الله أن يرزقنا جوار رسول الله دنيا وأخرى وأن يجمعنا برسول الله يقظة ومنام جسدا وروحا حسا ومعنى أتعلم دعاء أهل المدينة وادعوا به في صلواتكم وفي سجودكم وفي خلواتكم بين يدي ربكم إلهي نجنا من كل سوء أنت إلهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع اللهم إنا نسألك جوارا لرسول الله ودفنا بجوار رسول الله وشفع فينا حبيبك المصطفى واجعله بنا يوم اللقاء فرحا مسرورا آمين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته